شكراً لكم وأهلاً بكل مشاهدين قناة القاهرة الإخبارية أنا بالفعل موجودة في منطقة النورث سكوار في مدينة العالمين الجديدة واللي بتشهد إقامة مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية ومهرجان ستار سكريبرز أوردز في نسخته الأولى واللي اختار مدينة العالمين الجديدة اللي هي تكون أول مكان ليه وطبعاً المدينة اللي تدعو للفخر والمبهجة وبكل ما فيها النهاردة إحنا المهرجان ستار سكريبرز أوردز بكرم العديد من نجوم أو الرموز المصرية ونجوم الأعمال الدرامية المصرية واللي قدرت توصل باسم مصر للعالمية العديد والعديد من النجوم والفنانين اللي كان ليهم يعني انطلاقة من بداية صعودهم في التمثيل وفي المسلسلات المرة دي كمان مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية بيقام تحت شعار 60 سنة دراما رقم كبير جداً 60 سنة مصر محتلة الصدارة في كل الأعمال الدرامية اللي بتقدمها للوطن العربي كله ويعني المهرجان السنة دي هيكون برئاسة النجم القدير الدكتور الفنان يحيى الفخراني وبالتعاون وتحت إشراف نقابة المهنة التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي طبعاً هي احتفالية خاصة واستثنائية جداً للاحتفال كمان بإزاعة أول مسلسل درامي مصري وهو كان مسلسل هارب من الأيام المسلسل ده كان تم إنتاجه عام 1962 وده كان للكاتب الكبير ثروة أبازة وكان ضم أبرز نجوم السينما المصرية في الوقت ده الراحلين حسين رياض عبدالله غيث توفيق الدقن سعيد صالح نجوم كبار جداً وكان ليهم أثر كبير جداً في كل الأعمال الدرامية والسينمائية كمان باستمر المهرجان في اختيار الكوادر الفنية ضمت لجنة التحكيم لمهرجان القاهرة للدراما في دورته التانية النجمة الكبيرة إلهام شاهين والنجمة الكبيرة كريمة عبدالعزيز وكمان المخرج القدير جمال عبدالحميد والكاتب والسينارست عبدالرحيم كمال والناقد الفني طارق الشناوي برضو بيتم النهاردة خلال انطلاق الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما تكريم العديد من رموز الفن المصري تحت فئة أو تحت شعار أسعد تمونة ده طبعاً لتأثيرهم الوجداني الكبير والثقافة اللي امتدت على مدار سنوات في كل أنحاء الوطن العربي والدورة دي شهدت استحداث لجنة تحكيم جديدة زي ما أعلن دكتور يحيى الفخراني في المؤتمر الصحفي ولأول مرة كمان الجمهور هيقدر يبدي رأيه وقراءه وصوته الجمهور في مصر والوطن العربي هيشارك كمصوت رئيسي في التصويل على أفضل عمل درامي وسواء فنان أو فنانة كمان أو عمل درامي وهذه الدورة بتشهد جميع الأعمال الدرامية اللي تم إنتاجها وعرضها على مدار العام وطبعاً اللي بينافس على أفضل عمل درامي جميع أو معظم الأعمال الدرامية والمسلسلات من موسم رمضان 2023 واللي كان منهم 52 مسلسل مسلسل تحت الوصاية الكتيبة 101 جعفر العمدة ألف حمد الله على السلامة سوء الكانتو وغيرهم من الأعمال الدرامية المميزة وطبعاً بيتنافس أبطال هذه الأعمال كمان على الجوائز من فئة ممثل أو ممثلة دور أول ودور ثاني ويعني أفضل وجه صاعد هنتابع معاكوا طبعاً آخر التفاصيل وآخر الأحداث في مهرجان القاهرة للدراما في دورته التانية هنتابعها معاكوا على شاشة القاهرة الإخبارية ويعني شكراً جزيلاً لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر